موسيقى موسيقى شهدنا الكرام أهلا بكم في ضيف الظهيرة تحتضن كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان الخميس المقبل في إطار المهرجان الوطني للتراث الشعبي ندوة علمية بعنوان الحكاية الشعبية جمال وتخيل ومشتل هوية ومشتل هوية وتشكل الحكاية الشعبية عنصرا أساسيا من التراث الأدبي المغربي كما أنها تختزن الكثير من الرموز والقيم والأحداث للمزيد عن الحكاية الشعبية ينضم إلينا هنا في الستوديو الزميل محمد أحمد عدة رئيس تحرير بميدي أنتفي مختص في الثقافة المغربية الزميل محمد أحمد عدة أهلا بك هل لا تزال الحكاية الشعبية المغربية تعيش بيننا اليوم في عصر التكنولوجيا في عصر العوالم الرقمية التي تخترق معيشنا اليوم جميل هذا السؤال مرحبا أساسي محمد أولا جميل هذا السؤال لأن هذه المعضلة التي يبحث فيها الباحثون والمهتمون والدارسون للحكاية الشعبية وكذا الممارسون الحكواتيون أو لنقول حتى الحليقية الذين يكافحون من أجل عدم اندثار الحكاية الشعبية وأن لا تهيمن عليها هذه الوسائط الحديثة التي توفر الكثير من الفرجة والإمتاع وهي الأدوار التي أدتها الحكاية الشعبية وبالتالي فهذا السؤال هو دائما مطروح مدام تطورات العصر تجعل مساحة الحكاية الشعبية في حياتنا الاجتماعية تنحصر لفائدة حكايات أخرى قد نسميها حكاية أخرى أو فرجات أخرى صحيح حينما نتحدث عن الحكاية الشعبية على افتراض أنها لا تزال تعيش بيننا وتسري في أوصال هذا المجتمع ما هي خصائصها؟ من ماذا تستمد خصوصيتها المغربية؟ بداية الحكاية الشعبية محمد هي أولا عندما نقول عنها إنها حكاية شعبية فدعني أن ألفاظها دارجة وأن لغتها غير تابتة بمعنى أن لكل هي نفس الحكاية ولكن كل حكوات يحكيها بصيغته وبطريقته وبإلقائه والإلقاء أيضا سنقف عند هذه النقطة الإلقاء أيضا هو مهم في الحكاية الشعبية وهي الحكاية الشعبية تستمد أصولها أيضا من الترات ومن الحكايات العالمية ومن الخرافات ومن الحكايات الخارقة ومن الأديان أيضا كل هذا يصب في بوثقة واحدة هي بوثقة أن نقرب العضة والموعدة والتسلية أيضا والحكمة هذه أغراضها؟ نعم هذه أغراضها أن تكون مسلية أن تكون ممتعة من حيث لغتها ومن حيث ترصيعها وسجعها وأن تكون أيضا تحمل حكمة وعيدة لمن ينصت إليها ولذلك فقد احتكرتها الجدات واحتكرها الأجداد ودائما عندما تجد هذه الحكايات فمثلا عندما أقول استثمار الترات العالمي أو الترات الإنساني أو الترات العربي فإنني أتحدث مثلا عن تحول سيرة سيف دوليازن إلى حكاية شعبية وقد تم استثمارها بشكل كبير في ساحات المغرب على ساحات جامعة الفنا مثلا الأزليات ما يسمى بالأزليات سيرة الأميرة ذات الهمة سيرة الشاطر حسن سيرة علي بابا والأربعين حرامي كل هذا تم تبيئته بالدارجة المغربية لكن هذا تراث عربي نعم هذا تراث عربي وستنبتة بشكل جيد في الفضاء الثقافي المغربي نعم لكن هل هذا هو كل الحكاية الشعبية المغربية؟ لا بالتأكيد لا هناك حكايات من الصميم التاريخ والحكاية والخرافة المغربية فسنجد عيشة قنديشة وسنجد وحشة الغابة وسنجد هينة وسنجد حكايات أنتجت داخل إما التقافة المغربية ذات الأصول العربية أو التقافة المغربية التي تنتمي إلى المكون الأمازيغي مثلا أو إلى المكون الصحراوي أو إلى المكون الموريسكي هناك حكايات شعبية مغربية أصيلة بلغتها وأصلا جوهر الحكاية أنبتة في المغرب ولكن الأكيد أنها لها مشارب عديدة تنهل منها ربما قد تجد حكايات أجنبية وتم تبيئتها حسب هذا المصطلح الذي يستعمله الباحثون هذا كان أيضا موجود في المسرح الآن الحكاية الشعبية هي ظلت مرتبطة بالحكواتي بالذي يحكيها في جامعة الأفناء أو في ساحات عمومية وحتى الجدات في البيوت ماذا عن طقوسية الحكاية؟ مهم جدا هذه المسألة وخصوصا أن لدينا العديد من المهن التي كانت تمنح للحكاية الشعبية هذه الطقوسية فمثلا كان هناك صاحب الرباب في المغرب أو ما كنا نسميه بمداح النبي وهو شخص كان يحفظ الحكاية الشعبية ويحفظها بسجعها ويحفظها بطريقة إلقائها وربما بملابسه الأكيد أنك تعرف أن كثير من الحليقية في المراكش يرتدون لباسا مخصوصا لباسا مميزا يجعلهم بؤرة في الحلقة ويشدون الانتباه ثم أيضا هناك طقوسيتها التي ارتبطت بالمواسم فمثلا في رمضان حيث لم يكن هناك تلفزيون ولا إداعة ولا أي شكل من أشكال الفرجة الحديثة كان الحكاواتي هو النجم آنذاك فكان يتخذ لنفسه مكانا داخل الحارة أو داخل الحي أو داخل منزل من منازل الأعيان ويتحلق حوله الناس ليستمتعوا بصهرة حكاواتية بل إن بعضهم محمد من كان عندما يحكي حكاية ويكون فيها صراع أو حرب كان يستل سيفا خشبيا ويجسد يشخص الأداء كان يشخص مثلا مواجهة بين سيف دوليازا وأعدائه أو بين بطل من أبطال الجبال الأمازيغية المغربية وخصومه كان هذا كله يجعل منها فنا متكاملا وقد فعلا كما قلت قد تم استثمر ذلك من طرف العديد من الكتاب المسرحيين المغاربة عبد كريم بن رشيد متنان والطيب الصديقي استثمر مسرح البساط واستثمر الحلقة واستثمر تقسيد الكتفي واستثمر سلطان طلبة كل هذه التقوص كانت تمتح من الحكاية الشعبية وتم تحويلها إلى قطع مسرحية ناجحة جدا بل وهذه القطع كانت تشكل ولازلت جزءا من تراتنا التقافي جماليات هذه الحكاية الشعبية المغربية ظلت في الواقع وقد غذت خيالنا ونحن صغار والسؤال يطرح اليوم هل لا تزال تتوارث هذه الحكاية الشعبية وهل الآن من سبيل إلى حصرها أو إنقاذها من الضياع بالتدوين أو بالرقمنا حتى تستمر الأجيال تأخذ منها الخيال وتأخذ منها الجماليات وأنا أجري بحثي حول الموضوع محمد وجدت أن الجامعة المغربية حافلة بالبحوث التي أنجزت حول الحكاية الشعبية فالكثير من الباحثين إما اهتموا بكرونولوجيات الحكاية الشعبية أو اهتموا بتحقيق حكايات شعبية مخصوصة البحث عن أصولها ومصادرها ومن قالها لأول مرة وكيف تحولت ثم البحث في لغتها والبحث في كيف تم استمرار تجد أحيانا حكاية شعبية في قصيدة من قصائد الملحون مثلا كل هذا تم الاهتمام به من طرف الجامعة السؤال أنا شخصيا كمهتم كيف يمكن أن ندون حكاية شعبية أهم خاصية فيها هي الشفاهية فتدوين الحكاية الشعبية قد يخرج بها من مصدرها لكن حمايتها من الاندتار أتفق معك هناك بيئة رقمية هناك مجتمع جديد في الواقع يتشكل بمنطق جديد بدينامية المعاصرة نمط الحياة المعاصرة وأشياء من هذا القبيل وبالتالي ففعلا الجيل الجديد من الأباء والأمهات يحتفظون بهذا التراث ينقلونه ويغذون به خيال الأطفال والمقصد الأساسي من وجود هذه الحكاية الشعبية نعم أعتقد أن الفنون محمد هي السبيل الوحيد لصيانة هذا الموروط الفنون أي أن تتحول هذه الحكاية الشعبية إلى أعمال فنية كاملة متكاملة مسلسلات مسرحية تلفزيونية مسرحيات على الخشبة أفلام روائية طويلة فهي بها مادة خصبة وبها جميع العناصر من عقدة وتأزم العقدة وحل وأبطال أحيانا نجد أن الحكاية الشعبية من ميزاتها الجميلة أن الأبطال من مختلف الشرائح الاجتماعية فقد يكون البطل من أعلى الطبقات الاجتماعية وقد يكون البطل من الدراويش ومن الطبقات الدنيا في المجتمع وقد تجري على لسان الحيوانات أيضا الحكاية الشعبية مثل حكاية شهيرة هي ديب الغابة التي طالما استمعنا إليها من جدتنا أقول مرة أخرى هذه الحكاية الشعبية هي خزان أصيل لتراتنا وذاكرتنا وفعلا وجبت صيانتها ولكن عن طريق مسرحتها أو جعلها تسيدها في أعمال فنية شكرا جزيلا لك الزمير محمد أحمد عدى رئيس الحرير بميديا أنتفي مختص في التقافة المغربية على كل هذه التوضيحات مشاهدنا الكرام مشاهدونا الكرام بإمكانهم طبعا أن يعودوا إلى هذه الفقرة في موقعنا الإلكتروني ميديا أنتفي دوت كوم وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى شكرا لكم مشاهدونا الكرام على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة